الحقيقة السكر مرض رفيق صفر زي ما دايما بنقول عليه ولو احترمناه هيحترمنا إنما لو ما احترمناهوش هيتعبنا فالحقيقة النهاردة احنا عايزين مع حضرتك وعلى مدى كذا حلق ان شاء الله نعرف ايه موضوع القدم السكري وما هو القدم السكري وما تأثير السكر على أطرفنا وبالذات القدم الأول هو مريض السكر بيتعرض لبعض التغيرات في الجسم بصفة عامة بعض التغيرات هي موجودة في القدم مريض السكر بيتعرضه تطلب شرعين أسرع إيه الألم القلب أسرع مشاكل القلب ويضيف عليها شرعين القدم مريض السكر بيتعرضه مشاكل في الأعصاب المحيطية وبالتالي بيتعرضه متاعب في أعصاب القدم هو عرض أكتر لبعض مشاكل العظام فيبعضه مشاكل في عظام القدم ده بليه القدم؟ لأنه هي الجزء الملامس للأرض نحن بنمشي على رجلينا وشايل الوزن كل حاجة هي الجزء خط الدفاع الأول بتاعنا اللي لمس الأرض من أعصابه وعضلاته وشرعينه والجلد عشان كده القدم السكري هو مش مرض هو مجموعة من الأمراض وتصيب قدم مريض السكر بسبب السكر نفترض مريض سكر وعنده غضروف في رجليه ورجليه بتنمل ده مش قدم سكري لكن مريض سكر سكره عالي والجليه بتنمل ده مريض عنده مضاعفات من السكر في رجليه في رجليه فهي مجموعة الأمراض اللي حتصيب القدم نتيجة مرض السكر بطريقة مباشرة دي مجموعة كده بنسميها القدم السكري دي مجموعة أمراض اسمها القدم السكرية طيب السبب بقى اللي بيخلي كل حاجة من دول تتعف في القدم قولنا السكر هو العلوان الكبير هو رقم واحد هو السكر السكر لما هيعلى مع المريض اتطور الطبيعي الارتفاع السكر هيصل الاتهاب عصاب طرفية مريض تبقى شكوته انا عندي حرقان في رجليه لسع كهربا مش عارف انام اغطي البطنية وجعي رجليه رجليه حاسس انها ساقة جدا المسها كويسة او سقنة والمسها كويسة دي مجموعة اعراض التهاب العصاب السكرية مثلا لكن توصل بقى لانه هو يفقد احساس بالقدم سواء احساس باللمس او بالحرارة يبقى ماشي كله ماشي على قطن بالضبط يجي المريض يقول لي انا شب شب بيطلع من رجليه انا ماشي بطلع السرير ايه في رجليه ايوه ومظاهر كتيرة منها ده بقى تطور الطبيعي ودي اول حاجة بتحصل في معظم المرض ممكن يتغير حاجات في الدلد ورح يتغير حاجات في الشرائين يحصل تصالوا بشرائين او يتغير حاجات في العظام تشوه الاصابع او مصر شاركو اشتركوا في القناة